في الوقت الذي يمر فيه العراق بواحدة من أصعب أزماته الاقتصادية يستبر رئيس الحكومة الكاظمي بالتراجع عن قرارات أعلن عنها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خزينة البلاد آخر تراجع للكاظمي هو وقف قرار استقطاع جزء من رواتب محتجزي رفحاء بعد يوم واحد فقط على زيارته لنوري المالكي زعيم حزب الدعوة ليلتحق قراره الأخير بالقرارات التي تراجع عنها منذ تسنمه المنصب في إيار الماضي تراجع الكاظمي عن تعهداته بالتصدي لملفات ينخرها الفساد وتستنزف ميزانية الدولة لا سيما ملف الفضائيين يثبت مرة أخرى أن تعهدات رئيس الحكومة ما هي إلا زوبعة إعلامية كان الهدف منها كسب الدعم السياسي ليس أكثر رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي من جانبه كان قد أقر بوجود ما يزيد عن خمسين ألف ضابط وجندي في أربع فرق عسكرية عام 2014 أما النائب في البرلمان فاق الشيخ علي هاجم قادة هيئة ميليشي الحجد متهما إياهم بتقاضي رواتب 82 ألف فضائي مثبتين في سجلاتها في وقت لم يستلم آلاف الموظفين الموجودين فعليا رواتبهم منذ سنوات من جانبها كشفت مصادر برلمانية عن وجود أكثر من 650 ألف موظف فضائي في مؤسسات الدولة العراقية العسكرية والمدنية يكلفون الدولة ما قيمته 15 مليار دولار سنويا ظاهرة الفضائيين في العراق ارتبت ذكرها بفترة رئاسة المالك للحكومة إذ يتقاضى الوهميون في مؤسسات الجيش والشريطة وغيرها رواتب ومخصصات مالية دون القيام بأي عمل نظير ذلك وبدل أن يتخذ الكاظمي إجراءات حاسمة لإيقاف نزيف الميزانية المستمر بإعادة أموال العراق المنهوبة على يد الأحزاب الفاسدة منذ عام 2003 وإنهاء ملف الفضائيين وتعدد الرواتب وغيرها من أبواب الفساد المالي اتجه رئيس الحكومة لخيار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية ما زاد من حدة الصخط الشعبي على السياسات المالية الفاشلة للحكومات المتعاقبة